دي ده من برنامج الحكاية يبدو أنه اسم نيرا حيفضل مرهون لفترة في مصر بالعذاب والألم فتاة اسمها نيرا في جمعة العريش عندها 18 سنة توفت منذ أيام وكلمت هي أمها وقالت لها أنا تعبانة قالت لها خدي دواء قالت لها أنا عندي قيء مستمر قالت لها طيب شوفي هتعملي إيه بعد شوية المستشفى اتصلت بأهلها تعالوا شوفوا البنت أخبرها إيه جوم المستشفى اكتشفوا أن البنت قد توفت توفت إزاي قالوا لها يعني يبدو أنه هو في حاجة خلتها تتوفى ياريت وده تبقى للكلام اللي تقال تصلوا عليها على طول وتاخدوها دلوقتي تدفنوا فحدثت الصلاة وخدوا البنت وراحوا دفنوا بعد ما تم الدفن ابتدينا نلقى معلومات بتطلع طبعا لما جات أغراض البنت الموبايل الحاجات فتحوا شافوا رسائل حاجات الحكاية باختصار أنه كان عندها خلاف مع زميلها في الجامعة تنمر التنمر وصل تبقى للكلام اللي عندنا وصل لمرحلة قذرة صوروها هددوا أنهم حيحطوا الصور قالوا لها في وقت معين حننزل صورك خدوا حاجات من الموبايل بتاعها الطريقة القذرة إياها دي التنمر القذر ده اللي هو التهديد بالصور وبالسوشيال ميديا وهو الآخر طبعا كل هذه التكشفات كانت بالنسبة لعليتها بعد الوفاة وبعد الدفن وبعد وبعد طبعا إحنا بقالنا كم يوم عايشين في القصة دي مع السوشيال ميديا يعني مثلا الجامعة الموقرة بتاعتها اللي هي جامعة العريش دي ما نزلتش عزل البنت يعني ما قالتش توفت إلى رحمة الله ميره ما نزلتش بيان البيت ماتت إزاي عرفنا بعد كده أنه تم إيقاف وضبط خمس طلبة وواحد مش طالب ولا مش عارف إيه ولم تتحدث الجامعة أيضا لم تتكلم ولم تقول شيئا الجامعة عندها حالة رعشة ورعب وخوف شديد وفيه بنت ميتة وفيه طلبة متحفظ عليها وطبعا غير الجامعة الناس بقى الحلوة بتاعت السوشيال ميديا غير الإخوان يعني أنا دايما الإخوان ماشي إخوان وإخوان سفالة ولازم يصدروا الموضوع إنما البنادمية العاديين قال لك أصله أبو البنت التانية دية اللي هي تنمرت بيها زابط زابط وطبعا دي بلد الزباط والدخلية ببساطة على طول راحوا وقفين الزابط بروض بترائد اللي هو أبو البنت لغاية انتهاء التحقيقات هل في الفترة اللي فاتت دي كلها في أي زابط كان عنده أي مشكلة وتم تركه عدي بقى زي ما انت عايز في مدينتي ولا مش عارف فين كل الأضايا اللي انت تعرفها وانا اشتغلت الأضايا دي كلها لم يكن هناك أي تسريب أو محابة لأي زابط بالعكس الدخلية كانت دايما أول حاجة هي هات الراجل وقف الراجل لغاية طبعا نعرف إيه الحكاية فطبعا الحدوتة وقد حدها وما لهاش صاحب كأن الموضوع يمشي بالحكايات وكل واحد بقى يجيب سطر من عنده كل واحد يقلف حتة كل واحد يشوف حكاية فيه إيه يا جماعة القصة في حد ذاتها هي قصة التنمر هي قصة الابتزاز هي قصة الحقارة في التعامل إن صحت إن صحت لأن احنا طبعا كل دا قاعدين مستنيين إيه أولا تقريبا ما أنا معلش أنا ياسف هستخدم تعبيرات زي تقريبا ما فيش تقول طب شرحي لأنه تقريبا ما تشرحتش لأنه تقريبا ما حدش اشتبه فاحنا كل اللي مستنيينه بقى دلوقتي إيه تقرير من النيابة الموقرة تقول لنا إيه اللي حصل يعني الداخلية عملت دورها وقفت دول عملت دول النيابة قلت لهم وقفوا الشخصيات دي وقفوا الزابط دا خلاص تمام تمام طب إيه اللي حصل لا أحد يعرفش إيه والموضوع مكمل طبعا الجامعة يعني ولا هنا بصراحة تصرف غير تربوي تصرف غير مسؤول تصرف غير رحيم تصرف غير تعليمي تصرف غير أي حاجة يعني دي بنتك دي طبعات تحدي يمشي في جنازاتها طيب أشياء غريبة جدا ممكن تحصل ولكن نحن حتى الآن في انتظار بيان في انتظار شيء يقول إيه اللي حصل علشان مش عشان هتقول لي طب هو لا على فكرة ممكن يكون حصل أشياء كتيرة أنتم لا تدخلوا هل هي انتحرت نقطة علامة استفهام هل حد سمها نقطة علامة استفهام طب ماتت ازاي نقطة علامة استفهام طب كان فيه ايه على موبايلها نقطة علامة استفهام ليه ما فيش حد بيحمي وقبل كده كان عندنا بسانت انتحرت وماتت بنفس الطريقة ليه ما فيش ده دلوقتي القانون بيعاقب بالسجن اللي بتزاز والتنمر وماتت ايه يا جماعة هي دي حاجة صعبة النيابة ماشي واخد وقتها تحقيقاتها حيطلعوا بقى الجسة تاني حيعم ايا كان النيابة هتعمل ايه انما بقية الاطراف اللي ليه علاقة بهذا الامر ايه الحكاية ايه الموضوع الستاذ ايه اب ثروت احد جران نيرا صلاح وكان زملها اهلا بيك يا فاندم اهلا بحضرتك الباية في حياتك يا فاندم حياتك الباية يا رب ايه اللي حصل من الاول ايه فاندم هحكي لك من الاول اه والدها اكلمها طبيعي عادي في اليوم ده اللي هو يوم الشب اللي يتوفت فيه تمام واتطمن عليها اللي هو زي كل يوم وتمام اه والدتها الساعة اربعة ونص قلت لها يا ماما انا نزلها مع صحابي صحابها مين اللي هو شروق قطاها وكان معهم صاحب تاني دي ياربي اسمي يوسف طريبا تمام ونزلت وطلعت فالدتها اتطفرت عليها بعدما فترت وكده عادي وهي ثابت الكارنة بتاعها اللي بياخدوا بيه الأكل من المدينة مع صحابتها يا ما كانت هوش عشان اتطلعت كارنة طبيعي خاص تمام وولدتها اتطمنت عليها وهي بتتكلم معها رجعت ترجيها 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 قامت قافلة السكف والشاوكب قامت رنت على صحابها وكده قالوا تنايرها راحت المستشفى تمام بعدين مسهناء تمام عشان هم مسهناء دي كل حاجة حرفيا عملتها كذرة مسهناء رنت على والدتها بتقول لها بنتك فحالة خطرة ولازم تجي دلوقتي قالت لها احنا الظروف في السفر وكده يعني احنا من كرية هم في الداهلية والجمع في العريش اه فاحنا ست ساعت ونص عشان نص للعريش قالت لها ما فيش أي مصاد تقدر تودين دلوقتي قال لها فيه عربيات بيطلع الساعة 7 الصبح قالت لها لو الساعة 7 الصبح بنتك هتموت تمام المهم تكبته بالفعل راحت وهي والدها ودخلوا المستشفى المهم بيقولوا وبنتك على الأجهزة وبتاع بس مهمتها ممرضة أصلا البنت حالتها صعبة جدا وجسمها سائع وبتاع فالمهم ايه امو جايب لهم التقرير التقرير ايه بقى كبوت حد في الدورة الدموية تمام الراجل ابوها راجل غلبان كل هامه هو ولا تشريح ولا قالولو في الأول تحد عاوز تعمل محضر وكذا وكذا كل ده صحباتها كانوا موجود قال لهم لا أنا كل هام لأ انا ادفن بنتي بس ايه قالولو هبوط الدورة الدموية ده بسبب ايه قالولو مادة مسممة اه هي جسمها فيه مادة مسممة سم يعني اه سم يعني قالولو حابين تعمل محضر تمام قال لهم لأ أنا كل هام انا عايز ادفن بنتي وخلاص بسلام فاخدوا اخدوا البنت ودفنوها تمام عندنا هنا في القرية وكل تمام وكذا ففي حد من صحابة نزل للجروب عندهم هما بتنمروا بيشتموا بيتحكوا بيهزروا فاحنا اضطرنا بقى اللي احنا نمسك الفون بتاعها مسكنا فهمنا فحضرتك شفت الموبايل بتاعها حضرتك انا مصور الموبايل بتاعها ومنزلها على ايكانت منزل كل الصور وهي بتتأسف لشروق دي كذا مرة وتقول لها انا والدتي بتقول لك ما عدتش تجيبي سيرتي ابدا فاي حاجة وإيه اللي هعمل وسوي وا 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 ده شروق بتقول لها لازم تعتذري الاعتذارات رسمية كتير وإلا انا هعمل فيك واحد واثنين وثلاثة صح اه صح والدتها هي اللي بتقول لها بتقول كده والدة شروق والدة شروق تكلمت لا والمصفة كمانا يا سيد عمر اللي هي تكلمت كذا صاحبة لها انها تساعدها في كذا شات متصورينه تساعدها كل بيع القضية اللي هو انت مع نفسك طب ليه انا مش فاهم يعني هما على وصلين وكذلك الوكيل الوكيل كله الطب يضط يا صاز اهام هو كانوا بيهددوها بايه بيهددوها انهم ينزلوا صورها على جروب الدفع وكل شوية ينزلوا لها معادي ينزلوا معادي صور ايه دي صور لها جابوها منين جابوها من انا عرفش جابوها منين ديات انا معرفش هما جابوها من ايه والابتزاز شغال وهي اصلا يعني هي مصدومة واحدة فهمة يعني من معرفة الشخصية احنا معانا صور للشتات ايه الشتات دي اللي انا مصورها بنفسي وبعدين فهي فضلت تشتكي ما فيش حد لاني اعلى وصل يعني شروع دي ابوها رائد تقريبا فاعلها وصلين جدا فهم كله خايف اصلا يعني ابوها رائد وصلين يعني يعني وصلين يعني حيعملول له ايه حيعملول له ايه ايه البنت البنت طبعا يا استاذ عمر بنت وارياف وبتاع احنا مش الناس دي احنا مش عادة الناس دي معنا عرفش دي من امام حاجة واحنا عندنا العقلية هناك بتفكر كده طيب مين كان لي علاقة من جوة الجامعة بالموضوع صاحباتها الوريبين منها كلها كلهم بيتنمروا بيها لا اللي موجود في التنمر اللي موجود في التنمر انا معايا الاسكرين تشوت لو ابعتها لحد موجود واحد اسمه يوسف تمام وطاة وشروء واحدة اسمها نادا وفي واحدة اسمها ام كده ورقم بس ما عرفتهاش اسم دول الخامسة اللي تنمر وممكن نقول لك تنمروا بايه فض قالوا شبه البورس ومعرفش ايه وكلام كله بذيء وعكف عكف يعني انا بوظف كلمة فهي ما قدرتش ولا ألاقيت حدي ساعدها ومفيش يعني ونزلت معهم حضرتك يعني هما نزلهم في الساعة أربعة ونص ويفضلوا الحوار يعني يوسف ده قال لا احنا هننزل هجمعك بطاها وشروء ونزل نفضل الحوار تمام ونزلت معا أيوة أيوة علشان مقابل هي تعمل ايه هما بيهددوها هما هو أخدان أساس ليتهم كده هما 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 قاعدين يتحكوا على الجروب ونيروا ونيروا وحضرتك الإسكريات كلها موجودة تمام أيوة طيب كنت بتقول لي إنه في حد من كلية طب بقى طبعا حادثة مؤلمة جدا وشيء مش هنفهم له راس من رجلين زي ما بقول لحضراتكم غير لما يطلع حد من الجامعة يتكلم أو يطلع بيان أنا عايز أسأل سؤال هو ليه الموظفين العامين بيخافوا يتصدوا لأي شيء يعني أنت من ضمن مسؤوليتك الناس دي البنت دي أنت مسؤول عنها إحنا بنديك عيالنا أنت تبقى مسؤول عنهم إيهاب رجع لنا يا إيهاب عذر عن الشبكة وعلا لا كنت بتكلمني على حد من كلية طب بطري وأنا عطاعتك كنت عايز تقول إيه اللي هي ميسهناء دي اللي هو الوكيل اللي كلية بطري اللي هو الوكيل نزل قال للطلبة ممنوع منعا بدا حد يتكلم عن الحوار مهائيا طبعا أنا مش فاهم انت ليه تكتب كده آه ده هو الوكيل قال للطلبة محدش يفتح بو والإسكنيات موجودة بالأكونت بتاوي طب ليه انت كده تقول كده أنا مش فاهم ورحيط له آه والمعلومة هي رحيط له لك طيب ومعملش حاجة هي الصور اللي هم بيهددوها بيها دي هم صوروها زي ما كاتبين في الميديا صوروها في الحمام حضرتك الأقول في ديت لسه من السبت يعني أنا أنا ما أقدرش أفيدك بديه بصراحة يعني هي كانت هناك في الجامعة داخلي آه مدينة جامعية أيوة مدينة مدينة جامعية وطبيعي كل اتنين في القوضة مع بعضه أربعة أربعة كان أربعة طبعا خيانة أمانة وابتزاز وتنمر وكل شيء في الدنيا حضرتك يا أستاذ عمر يعني إحنا دلوقتي لو بنطالب بحاجة طبعا إحنا نطالب بحقها وبنطالب بتشريح الجس طب والدها ووالدتها موافقين على كده إيه أيوة موافقين على كده إحنا موافقين على كده وبنطلب إنتوا عايزين تفتحوا تفتحوا التربة واتطلعوها ويتم تشريحها أيوة إحنا نطالب معايا عمها لو حضرتك تاخدوا آه هنكلم عمها الأستاذ محمد الزغبي عم نيرا صلاح أهلا أستاذ محمد بقية في حياتك كفندم أزعم أستاذ محمد هل أنتوا أهلها عايزين تشرحوا الجسة عايزين تستمروا في هذا التحقيق أيوة أزعم رأزون نستمروا عشان نجيب حقيبين تنا طب أنتوا ما كنتوش تعرفوا أي حاجة إلا بعد ما دفنتوها مش كده أيوة طبعا إيه اللي غير الموضوع عرفتم منين من النشر والناس اللي نشرت والدينة اللي اتعاملت والتلفونات والتلفون بتاعها لما مسكناه وشوفنا رساله والكلام دول محاكس طب أبوها أمها بيقولوا إيه إيه ده أبوها أمها بيقولوا إيه أبوها أمها عاوزين حقاها والصعام طيب هل رحت النيابة قدمت بلاغ قدمت طلب عملت أي شيء آه قدمنا للنيابة أيوة أنتوا عايزين طيب هما لما راح المستشفى المستشفى قالت لهم بنتكوا عندها إيه لما راح المستشفى المستشفى قالت لهم ده حالة انتحار وهي مش حالة انتحار هي ده التسمم آه طب والتسمم ده ممكن يجي من انتحار ده كانت صايمة كانت صايمة ده كانت صايمة طب وتسممت إزاي طيب تقرير المستشفى كان مكتوب فيه ايه احنا معنا التقرير هو التقرير كان مكتوب فيه يبوت حد في الدورة دموين بس كده وخلاص طيب واضع ابوها امها ايه دلوقتي في البلد يعني حالتهم عاملة ازاي واضع ابوها امها حالتهم احنا ابوها امها حالية ما انا عميها ونفس حالتنا هي حالتهم انا عمالي بكلمك ايو انا عارف حضرتك احنا بانطالب احنا بانطالبين حضرتك بانطالب من حضرتك ان انت توصل سطني ايوه ايوه طب خليك معنا حاج معنا احمد سلامة محامي اصر اتنييرا صلاح طالبة العريش وجوه التحقيقات الان اهلا نصيز احمد زي حضرتك الله يسلمك ازاك السلامة احنا فعني مرحلة ايه اللي بيحصل دلوقتي النيابة العامة الوقت بتحقق وبتاخد اقوال والد المجنع عليه ووالدتها واختها وبتحاول تكون ملمة بكل التفاصيل اللي حصلت وبتجمع في الشتات هو حقيقة كل مهتم بداية من النائب العام عشان ان يوصلوا لحقيقة الواقعة اصلا واللي حصل بالزبط ومازلنا لحد الان داخل التحقيق طيب ايه طلبتكو يا متري انتو طلبتو لسه عماء كان معايا بيقول احنا عايزين نشرح الجزء عشان نعرف ايه اللي حصل هو ده ان شاء الله اللي هيحصل طالما ده هو اللي هيجيب حق بنتنا او وكلك لان والدها اصلا وكيل مكتبي شغال معايا في المكتب من سنين طويلة اه تمام وهي الموضوع واخده بشكل شخصي مش بشكل ان انا محامي او بتاع قانون بس طيب هي البنت لما كلمت امها قالت لها ان هي تعبانة ولا قالت لها انها اخدت حاجة ولا قالت لها انها متضايقة لان المكالمة دي مهمة جدا هي قالت لها فنم انا بطني بتوجعني قالت لها تبخد حاجة للمعدة وصرفت لها نوع معين من دول معدة وبناء على عليه وابلد هتصل عليها بعد بشوية هو بيجي يفتح المكتب الصبح قابلي قال لي طب بعد ايه انت هتنزل قابلي علشان انا بنت تعبانة وهوصل لحد الدم عشوف طيب انتو عندكو في النيابة في تحفظ على اي حد في تحقيق مع اي حد من الاطراف التانية تحفظ في التحقيق اه لا النيابة حقيق تحقيق ابو انتها النزاة والحيادية جدا لا 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 الاطراف التانية اصد اصحابها اللي تنمروا بيها هل في اي شخصيات من الجامعة تم التحفظ عليها حاليا لحد دلوقتي بفيش جزم بالكلام ده انما دلوقتي النيابة بتاخد اقوال الاسرة الاب والام حاليا اه بتحقق معهم وبتاخد اقوالهم وبتسمع اقوالهم دي النيابة ايه يا فاندم؟ النيابة التقناف المنصورة المحام العام بنفسه طيب كويس الحمد لله ما هو مش هينصف الموضوع ده ويجيب لنا الحقيقة غير النيابة العامة كالعادة يعني لانه ما فيش اي جيها تانية والنائب العامة تواصل لحظة بلحظة بالموضوع ده وعلى اهتمام جامد بالموضوع ده وبما يحدث داخل التحقيق طيب متر ايه اللي جاب صيرت حبة الغلة؟ يعني فيه حبة الغلة كلا اصلا هي الحبة المميكة اللي احنا معتدين ان احنا نسمعها القاتلة دي اه اه فكون ان قالوا وقع التسمم فزميلها اطلقوا كلمة حبة الغلة او قالوا حبة الغلة بناءا ان الحاجة الوحيدة السائدة عندنا هي حبة الغلة اه بس هي كانت في العريش يعني كانت واخدها معاة وهي اوم سافرة يعني يا الله اعلم هي خدتها ولا تحطط لها لان كان فيه حيوان اللي هي القطة دائت من الكباية اللي كانت سبب في الموضع فالقطة كمان توفت في الحال اه طب ده موضوع جديد ده كان فيه قطة وشربت من الكباية اللي هي شربت منها فالقطة توفت ايضا توفت في الحال طب انت متخيل انه النكايات اللي بين الزملاء في الجامعة توصل للناس بيسموا واحدة تموت يعني آه يتنمروا بيها يهددوها بصور بس لدرجة يا فند منذ بداية الخلق اصلا قبيل قتل هابيل بسبب انثى يعني بداية الخلق اصلا الاخ قتل اخوه انا مش هاجل الوقت نحط احتمالات في انه طالبها تقتل دميلته ده دي تبقى صعب قوي اه موزي بطاية الخلق احنا اصلا معتدين على كده طب انتو طالبين ايه من نيابة يا فند انا لسه ما طلبتش حاجة من نيابة انا طلعت دقيقتين علشان اكلمك لانش هاجلوني بالتلفون انا في التحقيق وداخل تاني التحقيق معالش احنا اسفين على ازعاجك وربنا معاك وحنتابع معاك التفاصيل دي الاستاذ احمد سلامة محامي اسر الطالبة الراحلة نيرا صلاح بشكرك شكرا جزيلا يبقى احنا في ايد امينة احنا في ايد النيابة العامة وانا بحي وزارة الداخلية على الاجراء اللي اتعامل النهاردة على طول ايقاف الزابط والد الزميلة بتاعتها لغاية انتحاء التحقيق لغاية ما نعرف هل فعلا كان في موضوع كده كان في تنمر كان في وهو والاخر كل هذه الاشياء الرأي العام على فكرة مهتم بهذه القضية جدا وعايز اقول لكم ان هناك تعالية جمدة اوي لموضوع الزابط ده في معاليين اوي الحكاية دي رغم انه مش هو ده الموضوع الموضوع مش موضوع الزابط الموضوع موضوع السلوك اللي جوه الجامعة الموضوع موضوع اللي افترة الموضوع موضوع الصمت الرهيب اللي موجود جوه مؤسسة حكومية الاستاذ محمد الزغبي استاذ محمد استاذ محمد استاذ محمد ابن خالها ابن خالها طيب هل في اي حاجة تانية شفتها غريبة في الموبايل استاذ عمر احنا كنا متحفظين جدا على بداية الحوار وده فنا ابتنا على اساس ان الحوار ده كله متطبعية بالنسبة للخبوط حد في الدورة الدموية زي ما تقلنا في التقرير الطبي اللي طالع من مستشفى العريش في الاستئباء وده اللي اتنشر على تواصل الاجتماعي تمام ايوا فن فلما فتحنا الموبايل وجدنا ابتزاز وحالات وهي لدرجة انها كلمت زميلها الساعة اربعة ومصة عصر اللي هو يوم السبت بتتأسف لهم بتقول لهم معلش وقولوا لطانت نتأذناش اللي انا ما عملتش حاجة طانت ني تبقى ام البنت زميلاتها ام البنت اللي زميلها نسبوا ليها ان هي حطت سم لنيرها ده تبقى لكلامكم نيابا هي اللي حتحدد المسألة دي ما انا قلت طبقا لكلام الزميلها اللي شاهدين على الواقع احنا بنبعد 350 كيلو باجمال 6 ساعات عن جامعة العريش على اموم النيابة هتوضح كل شيء وحنتابع هذا الامر والنيابة هي يعني وكيلة الشعب في هذا الامر لو نيرها ملهاش جامعة لو نيرها ملهاش زملاء لو نيرها يعني ملهاش حق في جامعتها حتى في العزة النيابة موجودة وان شاء الله نجيب حقها ونفهم ايه الحكاية باشكر حضرتك شكرا جزيلا انا سيد احمد شكرا لك الاخفاق في عمل الشيء اللي المفروض يتعمل له توقيت في كل حاجة لها توقيت لو انت عديت الوقت ده والله عارف لو بكرة جامعة العريش دي اتشحت كلها بالسواد ولا لها لازمة بلا توقيت في وقت معين يجب ان تتحرك ده انت ترباوي يا اخي ترباوي انما طبعا لا مش الطريقة بتاعة الموظفين لا مش عايزين دوشة لا بلاش حاجة دايق لا مش عايزين هادي سمعة الجامعة فضل يا عم انما انت لو من الاول متصدي بنتنا بنعزي احنا بنشوف اللي بيجرى احنا ما بنسمحش بالكلام ده في الجامعة بتاعتنا عدك العيب وقزح انت خلاص انت ما حدش عايز منك حاجة ما حدش عايز منك حاجة انما ايه يا ولاد السلام عليكم راح اطلوه بركاته ممنوع التعليم بتاتا على حديث الطب البطري على اي جروب خاص بكلية طب حدش عالة حدت احنا خلينا في السليم انت دلوقتي اهو في السليم يا عم انت دلوقتي اهو كده في السليم طيب دي حكاية حكاية التانية